ايه رأيك لو قلت لك ان 70 دولار هو المبلغ اللي هتقدر تحققه تقريبا يوميا بتليفونك من خلال منصة بنومو ومن خلال الفيديو ده كل ده هنشوفه بالتفصيل ان شاء الله بعد الفيديو او بعد الانترو البسيط اللي جاي ده اهلا بيكم مشابي برجعنا مرة تانية معكم احمد البابلي من قناة الباش مدرس القناة المختصة في فيديوهات الربح من الانترنت والمشاريع الصغيرة وفرص العمل ازاي ما شوفنا كده في مقدمة الفيديو ان شاء الله النهاردة هعرفك ازاي تعمل الربح بيوصل ل 70 دولار من خلال موقع بنومو من خلال الاستراتيجية اللي هنقدمها النهاردة بالمناسبة موقع بنومو من المواقع الجامدة جدا اللي احنا عاملت لها سلسلة كاملة من الفيديوهات أو سلسلة كاملة من البلاي لست عندنا فيها كل الفيديوهات من إزاي تسجل في الموقع وإزاي تعمل إداع وإزاي تشتغل وإيه الاستراتيجات الكويسة التي تدخل فيها والكلام ده كل هتقدر تلاقي كل الفيديوهات دي موجودة عندنا في البلاي لست الكاملة بتاعة شرح موقع بنومو موجودة في فيديوهات القناة ده غير كمان أن منصة بنومو بتتميز بحاجة قوية جدا وهي أنها لها أبليكيشن تقدر تحمله من الجوجل بلاي أو القاب ستور واتتابع معنا كل الشروحات بتاعتنا ده غير كمان أن ربحية الصفقات بتاعتها بتوصل لتسعين في المية لو دخلت مثلا صفقة بعشرة دولار فتقدر تاخد تسع دولار لما تكسب على العشرة دولار بتاعتك بس كده وتعالى بقى نشوف الشرح بتاع الاستراتيجية والتطبيق العملي والتداول اللي هنعمله النهاردة سوا من خلال موقع بنومو كل ده على الجهاز دلوقتي وهنشوف الشرح بالطريقة العملية والاستراتيجية الكاملة يلا بينا ونتقابل ان شاء الله بعد نهاية الفيديو أهلا بيكم يا شباب برجعنا مرتاني هنا للشرح العملي وزي ما احنا شايفين كده احنا فتحين منصة بنومو اللي هنعمل عليها أو هنطبع عليها استراتيجية النهاردة وهتلاقي الرابط بتاع المنصة دي أو الموقع ده تحت موجود فيه صندوق الوصف وكمان هتلاقي فيديوهات كتير جدا عن المنصة دي كنا شرحنا فيها ازاي تعمل اكاونت وازاي تعمل اداع وكمان هيزهر لك كود دلوقتي موجود تحت فيه صندوق الوصف برضو الكود ده او الكوبون ده لو استخدمته هيديك بونس على الاداع بتاعك بيوصل لحد مية في المية يعني لو عملت اداع بمية دولار هتاخد متين دولار وده هيساعدك ان راس ملكي يكتر وتقدر تحقق صفقات بارباح اعلى طب خلينا هنا كده نشوف الاستراتيجية بتاعتنا عبارة عن ايه وازاي هنشتغل والكلام ده كله طب مبدئين كده اللي هنعمله النهاردة اللي هنعمله ان احنا هندخل على اه اول حاجة هنا كده على الوقت بتاع الصفقة ونخلي وقت الصفقة هنا او وقت الاسف الشامعة اه خمسة خمس دقائق خمسة مينت زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده تاني حاجة شباب هنعملها وهي ان احنا هندخل هنا على المؤشر ده طبعا تأكدنا ان الشموع بتاعتك اه شموع يابانية او وبعد كده هنختار اه او المؤشرات وبعد كده هنا هنجيب اول حاجة اللي هو الموفينج افريج واتأكد ان الارقام دي زي ما انت شايف قدامك كده وبعد كده هتبدأ هنا تختار اللون اي حاجة مسلا تعجبك وبعد كده هتدوس هنا على كلمة ابلاي زي ما انت شايفين كده شباب ده الشكل بتاعنا خلينا بقى بعد ما عملنا الشكل ده ابدأ اشرح لك الصفقة بتاعتنا او الاستراتيجية بتاعتنا هي عبارة عن ايه خلينا الاول كده افتح معك اكتر من اه زوج من العملات نشتغل عليه هي بزا رضو يبقى المضوع قدامك واضح اكتر طيب زي ما هنشايفين كده شباب اللي احنا هنركز عليه هي ايه حاجة بسيطة وسهلة جدا الخط الاصفر اللي احنا عملناه بالمؤشر ده اللي هو الموفينج افريج ده بيعبر عن اه يعني حالة السوق حالة السوق هو دلوقتي صعود ولا هبوط ولا ايه بالزبط فزي ما انتشاف كده مسلا ده كان فيه فترة هبوط وده بالفعل باين على المؤشر او الشرط بتاعنا فاللي احنا هنعمله ايه بقى اللي احنا هنعمله هو ان احنا هنستنى السعر يكسر مسلا او او يرفع يكسر الخط سواء هبوط او صعود وبعد كده احنا هنتوقع الحركة اللي جاية يعني ايه يعني في حالة لو السعر عمل زي المكان ده كده بدأ ان هو يطلع وبعد كده قام قصر في الخط بتاع الموفينج افريج زي ما اتشاف المفروض كان فيه صعود بعد كده هنا حصل اه يعني زي بدايات هبوط اول ما الشمعة الاولانية دي تقفل هبوط فده دليل ان هنا دي منطقة مقاومة قوية جدا فالمفروض ان هي بتقاوم السعر وبيتخليه ينزل تاني فانا ابدأ من الشمعة التانية ان انا اخد صفقة اه داون او صفقة هبوط وبيبقى الصفقة وقتها عشر دقايق يعني لازم بتاع الصفقة هيبقى عشر دقايق لان انت راعي ان الصفقة دي او الشمعة الوحدة هيعباره عن خمس دقايق فانت ما ينفعش تدخل صفقة دقيقة لان الوقت هيبقى سريع جدا والصفقة هتعكس عليك طب خليني اوضح لك مرة تانية هنا قصدي ايه مثلا هنا المفروض لو كان زي ما قلت لحضرتك كان في حالة سعود مرة واحدة هنا المفروض الشمعة دي تبقى هبوط لتحت لو عملت اول شمعة حمرة يبقى معناها ان الخط الاصفر ده خط قوي بيخلي السعر ينزل زي ما انت شايف هنا كده كان فيه سعود مرة واحدة حصلت شمعة حمرة فالمفروض ان انا انفذ صفقة هبوط انما هنا زي ما انت شايف لسه الشمعة دي ما خلصتش في حالة الشمعة دي لو خلصت على شمعة حمرة يعني هبوط فمعناها ان الخط ده خطة قوي جدا فانا ابدأ من هنا كده ادخل صفقة هبوط علشان الشمعة التانية او التالتة هتبقى هبوط في حالة لو ارتفعت فانا مهليش دعوة بالشرط ده او السهم ده اشوف حاجة تانية تطبق نفس النظرية بتاعتنا فخلينا هنا نلغي ده ونشوف حاجة تانية زي ما حشافين يا شاباب حصل ارتفاع مرة واحدة حصل الشمعة حمرة ده معناها ان الخط ده خط قوي جدا عمل مقاومة فالمفروض ان انا من هنا كده كنت ااخد صفقة هبوط فبالتالي كنت ربحة قوي جدا تمام خلينا برضو نفس الكلام هنا هو حصل برضو هبوط وهكزا فاحنا هنفضل بقى ماشيين مع السعر لحد ما نشوف اه فرصة كويسة طبعا لو حصل كسر زي كده فملكش دعوة خالص بالموضوع ده وما تدخلش اي صفقات من المكان ده تمام خلينا ندور على اه صفقة مناسبة ونرجع لكم مرة تاني زي ما شايفين هنا يا شباب انا شايف ان ده يعني مؤشر قوي جدا وكويس جدا لو الشمعة دي قفلت على اه لون احمر زي كده معناها ان اه الصفقة اللي جاية لازم تبقى هبوط او الشمعة الشموع اللي جاية لازم تبقى هبوط فبالتالي هندخل صفقة هبوط بس لازم نستنى الشمعة دي مدتها تخلص ونشوفها تقفل على ايه بالزبط فخلينا مستنين زي ما شايفين شايفين كده انا شايفني دي فرصة كويسة بدأت ان انا دخلت اه الصفقة من هنا لان المفروض في الخمس دقيق اللي جايين هيبقى فيه هبوط زي ما شايفين كل ما السعر بيلامس اه الموفينج افريج اللي احنا عاملينه بيبدأ اه ان يحصل هبوط في السعر فهنتابع سوى ايه اللي هيحصل ونرجع تاني بعد ما التلات دقيق دول او الوقت المتبقي من الصفقة يخلص ونشوف هل الصفقة دي بتاعتنا هتربح ولا لأ وفي حالة اه لو كسبنا فاحنا دخلنا الصفقة دي بمية دولار فاحنا هنحقق مية واحد وتمانين دولار لان الربحية الصفقة دي واحد وتمانين في المية فهننتظر ونرجع لكم مرة تاني زي ما احنا شايفين يا شباب هنا فاضل وقت بسيط جدا والصفقة تنتهي وبالفعل الصفقة حققت ربح زي ما احنا شايفين مية واحد وتمانين دولار لان الشامعة التانية طبعا او الخامس دي الباقيين لازم يحصل فيه مبوط لان هنا دي منطقة مقاومة اه قوية جدا كل ما السعر بيوصل لها بيبدأ ان هو يهبط مرة تانية فاهم حاجة انك تدخل الصفقة من مكان اه مناسب وبس كده دي كانت الاستراتيجية بتاعتنا النهاردة اتمنى انتوا بقيتوا تطبقوا الاستراتيجية دي على حساب تجريبي واول ما تلاقوا ان انتوا خلاص بقيتوا محترفين في الموضوع ابدأ ايعمل ايداع من هنا وابدأ اشوف حلقة الايداع كاملة لو عندك اي مشاكل في طريقة الايداع وان شاء الله الكل يحقق ارباح ويشتغل على الحساب اه الحقيقي وبس كده يكون خلص فيديو النهاردة والاستراتيجية بتاعت النهاردة بس كده شاهدك الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بمعلومة وسيطة شكرا انكم وصلتوا لحد الوقت ده من الفيديو ما تنسوش تسيبوا لي لايك على الفيديو ده اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا باقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته